شوف أولا أنا في كورة القدم أتوقع كل شيء أنا لعبة بين 11 ضد 11 يخطئ من يرى أن هناك مباريات سهلة يخطئ من اليوم يطالب المنتخب الجزائري بالفوز على المنتخبات بثلاثة أهداف وأكثر اليوم أنا تكلمنا في وقت سابق واليوم نعود نكررها أنه التغطية الإعلامية التعاطي الإعلامي الجزائري والتعاطي الجماهيري الجزائري مع هذا المنتخب خدأ أبعاد كبيرة لفاقة الحجم الحقيقي للمنتخب الجزائري خلونا نتصوره وزادوا ضغط على المنتخب أكيد بأننا منتخب سنفوزه ليس بكسبب في غيام بكأس العالم ونفوزه على كل المنتخبات وبنتيجة عريضة واليوم أصبحت الجماهير الجزائرية متطلبة يعني إكزيجونت الإكزيجونت بطريقة غاربة ذكرني في عشر سنوات ودايما نذكر هذا المرحلة لأنها مهمة في وقت مضى كنا ننتقد المنتخب لأننا لم نكن نملك لعبين من مستوى عادي يعني سواء في الجزائر أو في البطولات الأوروبية كنا نجيب لعبين من الدرجة التالية وصلنا في وقت لم نتأهل مرتين إلى كأس أمم إفريق 2006-2008 يعني نحف لكرونولوجي قبلها في 2004 ما كنتش منتخب قوي راح لي كنس جالس عدان درنا في كنة تونس وبعدين ما رحناش دفع لكوب دافريق يفرحنا لكوب دافريق رحنا كاتر يام يعني الحالي ندمي فينا ستير المير يعني المير ريزيطات للالجيري ورحنا لكوب دي موند ورحنا لكوب دي موند على حساب أن دوب لشامبيون دافريق اللي كان هو مصر ثم هذا المتخب المصري 2006-2008 اه كان في 2016-2008 لكوب دافريق وكان شامبيون 2008 كان شامبيون وبعد الموراكي تكاليفت لكوب دي موند وللا تريب لشامبيون دافريق 2010-2008 يعني المتخب دي سائري حقق نتيجة إكسيبشونال غير متوقعة لكن المدير بساعدنا لليبونك يعني إحنا أنا إكسيجون مدامين والحبيين أصبحنا ننتقده هذا المدرب أو التعقبل في النماء في مستوى عالي هو رفض المستوى يعني بليمون دوبور ولكن ولو الناس ننتقده يعني لحقا كان لكوب ديمون ننتقده علشنا نجيب هاد الإكسيب نعود للويل بالماضي كي جاب بالماضي المنتخب الجزري كان منهار 2007-2008 كان فياسكو ده 2017 خرجنا من الدول الأول وكان عندها علاقة شوية يعني بوكوت باراماتر منها لليميديتي منها لجانب الملاخين ونقول له ليه يعني جاب رفض المنتخب بنفس تركيبة البشرية مثلا تقريبا وراح بها لمصر وكان يقولنا طموحي كاس إفريقيا وحنا قلنا له طموحي مبالغ فيه منهم أنا لم تحدد قلت مبالغ فيه وقلت رح يدير ضغط على المنتخب وعلى نفسه لأنه ليس مطالب أنه فيلا كانت نميديسات يديرا كوبا فريق فإذا بهتنين كوبا فريق وبعد هذا كمد يعني الشيء اللي داره أحسن من سعدان أنه قعد في القمة ليس من السهل أن تصل إلى القمة ولكن من الصعب أن تبقى دائما في القمة بقى في القمة وجاد نوفو ركور هذا شكراً للمتاهن الكامل